الإنجيل كما دونه يوحنى يبدو المسيح في هذا الإنجيل الذي دونه يوحنى بكونه الكلمة الأزلي الذي أظهر محبة الله إصار بشرا لكي يخلص من الهلاك من يؤمنون به ويهبهم الحياة الأبدية ويبدأ الإنجيل بالكلام عن أزلية المسيح وتجسده ويتتبع شهادته لليهود ورفضهم له وينتقل إلى سرد أحاديثه الخاصة إلى تلميذه وصلاته لأجلهم ثم ينتهي بالكلام عن آلامه وصلبه وقيامته والغرض من هذا الإنجيل كما هو واضح من المعجزات الواردة فيه هو التحريض على الإيمان بالمسيح لنوال الحياة الإنجيل كما دونه يوحنى الأصحاح الأول في البدء كان الكلمة والكلمة كان مع الله وكان الكلمة هو الله هو كان في البدء مع الله به تكون كل شيء وبغيره لم يتكون أي شيء مما تكون فيه كانت الحياة والحياة هذه كانت النور للبشر والنور يضيء في الظلام والظلام لم يدرك النور ظهر إنسان أرسله الله اسمه يوحنى جاء يؤدي الشهادة للنور من أجل أن يؤمن الجميع بواسطته لم يكن هو النور بل كان شاهدا للنور فالنور الحق الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم كان في العالم وبه تكون العالم ولم يعرفه العالم وقد جاء إلى من كانوا خاصته ولكن هؤلاء لم يقبلوه أما الذين قبلوه أي الذين آمنوا باسمه فقد منحهم الحق فأن يصيروا أولاد الله وهم الذين ولدوا ليس من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة بشر بل من الله والكلمة صار بشرا وخيما بيننا ونحن رأينا مجده مجد ابن وحيد عند الآب وهو ممتلئ بالنعمة والحق شهد له يوحنى فهتف قائلا هذا هو الذي قلت عنه إن الآت بعدي متقدم علي لأنه كان قبل أن أوجد فمن امتلائه أخذنا جميعنا ونلنا نعمة على نعمة لأن الشريعة أعطيت على يد موسى أما النعمة والحق فقد تواجد بيسوع المسيح ما من أحد رأى الله قط ولكن الابن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو الذي كشف عنه وهذه شهادة يوحنى حين أرسل اليهود من أورشليم بعد الكهنة واللاويين يسألونه من أنت فاعترف ولم ينكر بل أكد قائلا لست أنا المسيح فسألوه ماذا إذن هل أنت إيلي قال لست إياه أو أنت النبي فأجاب لا فقالوا فمن أنت لنحمل الجواب إلى الذين أرسلون ماذا تقول عن نفسك فقال أنا صوت مناد في البرية اجعل الطريق مستقيمة أمام الرب كما قال النبي إشعياء وكان هؤلاء مرسلين من قبل الفرسيين فعادوا يسألونه إن لم تكن أنت المسيح ولا إيلي ولا النبي فلماذا تعمد إذن أجاب أنا أعمد بالماء ولكن بينكم من لا تعرفونه وهو الآتي بعدي وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه هذا جرى في بيت عنيا فيما وراء نهر الأردن حيث كان يحنى يعمد وفي اليوم التالي رأى يحنى يسوع آتيا نحوه فهتف قائلا هذا هو حمل الله الذي يزيل خطيئة العالم هذا هو الذي قلت عنه إن الرجل الآتي بعد متقدم علي لأنه كان قبل أن أوجد ولم أكن أعرفه ولكن جئت أعمد بالماء لكي يعلن لإسرائيل ثم شهد يحنى فقال رأيت الروح ينزل من السماء بهيئة حمامة ويستكر عليه ولم أكن أعرفه ولكن الذي أرسلني لأعمد بالماء هو قال لي الذي ترى الروح ينزل ويستكر عليه هو الذي سيعمد بالروح الكدس فإذا شاهدت هذا أشهد أنه هو ابن الله وفي اليوم التالي كان يحنى واقفا هناك أيضا ومعه اثنان من تلميذه فنظر إلى يسوع وهو سائر فقال هذا هو حمل الله فلما سمع التلميذان كلامه تبعا يسوع والتفت يسوع فرآهما يدبعانه فسألهما ماذا تريدان فقالا رابي أي معلم أين تقيم أجابهما تعالياه وانظراه فرافقاه ورأيا محل إقامته وأقاما معه ذلك اليوم وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحدا هذين الذين تبعا يسوع بعدما سمعا كلاما يحنى فما إن وجد آخاه سمعان حتى قال له وجدنا المسيح أي المسيح واقتاده إلى يسوع فنظر يسوع مليا إلى سمعان وقال أنت سمعان بن يونة ولكن سأدعوك صفا أي صخرا وفي اليوم التالي نوى يسوع أن يذهب إلى منطقة الجليل فوجد في لبس فقال له ادبعني وكان في لبس من بيت صيدة بلدة أندراوس وبطرس ثم وجد في لبس نثنائيل فقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الشريعة والأنبياء في كتبهم وهو يسوع بن يوسف من الناصرة فقال نثنائيل وهل يطلع من الناصرة شيء صالح أجابه في لبس تعالى وانظر ورأى يسوع نثنائيل قادما نحوه فقال عنه هذا إسرائيلي أصيل لا شك فيه فسأله نثنائيل ومن أين تعرفني فأجابه يسوع رأيتك تحت التين قبل أن يدعوك في لبس فهتف نثنائيل قائلا يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل فقال له يسوع هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التين سوف ترى أعظم من هذا ثم قال له الحق الحق أقول لكم إنكم سترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان الأصحاح الثاني وفي اليوم الثالث كان عرص في قانا بمنطقة الجليل وكانت هناك أم يسوع ودعيا إلى العرص أيضا يسوع وتلميذه فلما نفدت الخمر قالت أم يسوع له لم يبق عندهم خمر فأجابها ما شأنك بي امرأة ساعتي لم تأتي بعد فقالت أمه للخدم افعلوا كل ما يأمركم به وكانت هناك ستة أجران حجرية يستعمل اليهود ماءها للتطهر يسع الواحد منها ما بين مكيالين أو ثلاثة أي ما بين ثمانين إلى مائة وعشرين لترا فقال يسوع للخدم املأوا الأجران ماءا فملأوها حتى كات التفيض ثم قال لهم والآن اغرفوا منها وقدموا إلى رئيس الوليمة ففعلوا ولما ذاك رئيس الوليمة الماء الذي كان قد تحول إلى خمر ولم يكن يعرف مصدره أما الخدم الذين قدموه فكانوا يعرفون استدعى العريس وقال له الناس جميعا يقدمون الخمر الجيدة أولا وبعد أن يسكر الديوف يقدمون لهم ما كان دونها جودة أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة حتى الآن هذه المعجزة هي الآية الأولى التي أجراها يسوع في كان بالجليل وأظهر مجده فآمن به تلميذه وبعد هذا نزل يسوع وأمه وإخوته وتلميذه إلى مدينة كفر ناحوم حيث أقاموا بضعة أيام وإذ اقترب عيد الفصح اليهودي صعد يسوع إلى أورشليم فوجد في الهيكل باعة البكر والغنم والحمام والصيارف جالسين إلى موائدهم فجدل صوتا من حبال وتردهم جميعا من الهيكل مع الغنم والبكر وبعثر نقود الصيارف وقلب مناضدهم وقال لبائع الحمام اخرجوا هذه من هنا لا تجعلوا بيت أبي بيتا للتجارة فتذكر تلميذه أنه جاء في الكتاب الغيرة على بيتك تلتهمني فتصدى اليهود ليسوع وقال له هات آية تثبت سلطتك لفعل ما فعلت أجابهم يسوع اهدموا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه فقال له اليهود اقتضى بناء هذا الهيكل ستة وأربعين عاما فهل تقيمه أنت في ثلاثة أيام ولكنه كان يشير إلى هيكل جسده فلما قام من بين الأموات فيما بعد تذكر تلميذه قوله هذا فآمنوا بالكتاب وبالكلام الذي قاله يسوع وبينما كان فئور شليم في عيد الفصح آمن باسمه كثيرون إذ شهدوا الآيات التي أجراها ولكنه هو لم يأت منهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع ولم يكن بحاجة إلى من يشهد له عن الإنسان لأنه يعرف دخيلة الإنسان الأصحاح الثالث غير أن إنسانا من الفريسيين اسمه نيكوديموس وهو عضو في المجلس اليهودي جاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم نعلم أنك جئت من الله معلما لأنه لا يقدر أحد أن يعمل ما تعمل من آيات إلا إذا كان الله معه فأجابه يسوع الحق الحق أقول لك لا أحد يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد من جديد فسأله نيكوديموس كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو كبير السن ألعل له يستطيع أن يدخل بطن أمه ثانية ثم يولد أجابه يسوع الحق الحق أقول لك لا يمكن أن يدخل أحد الملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح فالمولود من الجسد هو جسد والمولود من الروح هو روح فلا تتعجب إذا قلت لك إنكم بحاجة إلى الولادة من جديد الريح تهب حيث تشاء وتسمع صفيرها وكذلك لا تقبلون شهادتنا لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به لنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص العالم به فالذي يؤمن به لا يدام أما الذي لا يؤمن به فقد صدر عليه حكم الدينون لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذا هو الحكم إن النور كد جاء إلى العالم ولكن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة فكل من يعمل الشر يبغض النور ولا يأتي إليه مخافة أن تفضح أعماله وأما الذي يسلق في الحق فيأتي إلى النور لتظهر أعماله ويتبين أنها عملت بكوة الله وذهب يسوع وتلميذه بعد ذلك إلى بلاد اليهودية وأقام فيها معهم وأخذ يعمد وكان يحن أيضا يعمد في عين النون بالكرب من ساليم لأن المياه هناك كانت كثيرة فكان الناس يأتون ويتعمدون فإن يحن لم يكن قد ألقي بعد في السجن وحدث جدال بين تلميذ يحنى وأحد اليهود في شأن التطهر فذهبوا إلى يحنى وقالوا له يا معلم الرجل الذي رأيناه معك فيما وراء نهر الأردن والذي شهدت له هو أيضا يعمد والجميع يتحولون إليه فأجاب يحنى لا يقدر أحد أن ينال شيئا إلا إذا أعطي له من السماء أنتم تشهدون أني قلت لست المسيح بل أنا رسول يمهد له الطريق ومن له العروس يكون هو العريس أما صديق العريس الذي يقف كربه ويسمعه فيبتهج لفرحه بصوت العريس وإن فرحي هذا قد تم فلابد أن يزيد هو وأنقصاءنا إنه الآتي من السماء ولذلك فهو متقدم على الجميع أما من كان من الأرض فإنه أرضي ويتكلم كلاما أرضيا الآتي من السماء متقدم على الجميع وهو يشهد بما سمع ورأ ولا أحد يقبل شهادته على أن الذي يقبل شهادته يصادق على أن الله حق لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله فإن الله يعطي الروح ليس بالمكيال فالأب يحب الإبن وقد جعل في يده كل شيء من يؤمن بالإبن فله الحياة الأبدية ومن يرفض أن يؤمن بالإبن لن يرى الحياة بل يستكر عليه غضب الله الأصحاح الرابع ولما عرف الرب أن الفريسيين سمعوا أنه يتخذ تلميذة ويعمد أكثر من يوحنة مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلميذه ترك منطقة اليهودية ورجع إلى منطقة الجليل وكان لابد له أن يمر بمنطقة السامرة فوصل إلى بلدة فيها تدعى سوخار قريبة من الأرض التي وهبها يعقوب لابنه يوسف حيث بئر يعقوب ولما كان يسوع قد تعب من الصفر جلس على حافة البئر وكانت الساعة حوالي السادسة وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء فقال لها يسوع أسقيني فإن تلميذه كانوا قد ذهبوا إلى البلدة ليشتروا طعاما فقالت له المرأة السامرية أنت يهودي وأنا سامرية فكيف تطلب مني أن أسقيك فإن اليهود كانوا لا يتعاملون مع أهل السامرة فأجابها يسوع لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أسقيني لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا فقالت المرأة ولكن يا سيد ليس معك دلو والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحي هل أنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أورثنا هذه البئر وكتشرب منها هو وبنوه ومواشيه فقال لها يسوع كل من يشرب من هذا الماء يعود فيعتش ولكن الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعتش بعد ذلك أبدا بل إنما أعطيه من ماء يصبح في داخله نبعا يفيض فيعطي حياة أبدية فقالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء فلا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء فقال لها اذهبي وادعي زوجك وارجعي إلى هنا فأجابت ليس لي زوج فقال صدقتي إذ كلتي ليس لي زوج فقد كان لك خمسة أزواج والذي تعيشين معه الآن ليس زوجك هذا كلته بالصدق فقالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي أباؤنا عبد الله في هذا الجبل وأنتم اليهود تصرون على أن أورشليم يجب أن تكون المركز الوحيد للعبادة فأجابها يسوع صدقيني يا مرأة ستأتي الساعة التي فيها تعبدون الآب لا في هذا الجبل ولا في أورشليم أنتم تعبدون ما تجهلون ونحن نعبد ما نعلم لأن الخلاصة هو من عند اليهود فستأتي ساعة لا بل هي الآن حين يعبد العابدون الصادقون الآب بالروح وبالحق لأن الآب يبتغي مثل هؤلاء العابدين الله روح فلذلك لابد لعابدي من أن يعبدوه بالروح وبالحق فقالت له المرأة إني أعلم أن المسيح الذي يدعى المسيح سيأتي ومتى جاء فهو يعلن لنا كل شيء فأجابها إني أنا هو هذا الذي يكلمك وعند ذلك وصل التلميذ ودهشوا لما رأوه يحادث مرأة ومع ذلك لم يكن له أحد منهم ماذا تريد منها أو لماذا تحادثها فتركت المرأة جرتها وعادت إلى البلد وأخذت تقول للناس تعال انظروا إنسانا كشف لي كل ما فعلت فلعله هو المسيح فخرج أهل سوخار وأقبلوا إليه وفي أثناء ذلك كان التلميذ يقولون له بإلحاح يا معلم كل فأجابهم عندي طعام آكله لا تعرفونه أنتم فأخذ التلميذ يتساءلون هل جاءه أحد بما يأكله فقال لهم يسوع طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأن أنجز عمله أما تقولون بعد أربعة أشهر يأتي الحصاد ولكني أقول لكم انظروا مليا إلى الحقول فهي قد نضجت وحان حصادها والحاصد يأخذ أجرته ويجمع الثمر للحياة الأبدية فيفرح الزارع والحاصد معا حتى يصدق القول واحد يزرع وآخر يحصد إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه فغيركم تعبوا وأنتم تجنون ثمر أتعابهم فآمن به كثيرون من السامريين أهل تلك البلد بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد قائلة كشف لي كل ما فعلت وعندما قابلوه عند البئر دعوه أن يقيم عندهم فأقام هنالك يومين وتقافر جدا عدد الذين آمنوا به بسبب كلامه وقالوا للمرأة إننا لا نؤمن بعد الآن بسبب كلامك بل نؤمن لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه مخلص العالم حقا وبعد قضاء اليومين في صوخار غادرها يسوع وصافر إلى منطقة الجليل وهو نفسه كان قد شهد قائلا لا كرامة لنبي في وطنه فلما وصل إلى الجليل رحب به أهلها وكانوا قد رأوا كل ما فعله في أوريشاليم في أثناء عيد الفصح إذ ذهبوهم أيضا إلى العيد ووصل يسوع إلى قانا بالجليل حيث كان قد حول الماء إلى خمر وكان في كفر ناحوم رجل من حاشية الملك له ابن مريض فلما سمع أن يسوع ترك اليهودية وجاء إلى الجليل ذهب إليه وطلب منه أن ينزل معه إلى كفر ناحوم ليشفي ابنه المشرف على الموت فقال يسوع لا تؤمنون إلا إذا رأيتم الآيات والعجائب فتوسل إليه الرجل وقال يا سيد انزل معي قبل أن يموت ابني أجابه يسوع اذهب إن ابنك حي فآمن الرجل بكلمة يسوع التي قالها له وانصرف وبينما كان نازلا في الطريق لاقاه بعض عبيده وبشروه بأن ابنه حي فسألهم في أية ساعة تعافى أجابوه في الساعة السابعة مساء البارحة ولت عنه الحم فعلم الآب أنها الساعة التي قال له يسوع فيها إن ابنك حي فآمن هو وأهل بيته جميعا هذه المعجزة هي الآية الثانية التي أجراها يسوع بعد خروجه من اليهودية إلى الجليل الأصحاح الخامس وبعد ذلك صعد يسوع إلى أوريشاليم في أحد الأعياد اليهودية وكان بالقرب من باب الغنم في أوريشاليم بركة اسمها بالعبرية بيت حزدة حولها خمس قاعات يركض فيها جمع كبير من المرضى من عميان وعرج ومشلولين ينتظرون أن تتحرك مياه البركة لأن ملاكا كان يأتي من حين لآخر إلى البركة ويحرك ماءها فكان الذي ينزل أولا يشفى مهما كان مرضه وكان عند البركة مريض منذ ثمان وثلاثين سنة رآه يسوع راقدا هناك فعرف أن مدة طويلة انقضت وهو على تلك الحال فسأله أتريد أن تشفى فأجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء وكم من مرة حاولت النزول فكان غير ينزل قبل دائما فقال له يسوع كم احمل فراشك وامشي وفي الحال شفي الرجل وحمل فراشه ومشى وكان ذلك يوم سبت فقال اليهود للرجل الذي شفي اليوم سبت لا يحل لك أن تحمل فراشك فأجابه الذي أعاد إلي الصحة هو قال لي احمل فراشك وامشي فسألوه ومن هو الذي قال لك احمل فراشك وامشي ولكن المريض الذي شفي لم يكن يعرف من هو لأن يسوع كان قد انسحب إذ كان في المكان جمع وبعد ذلك وجده يسوع في الهيكل فقال له ها أنت قد عدت صحيحا فلا ترجع إلى الخطيئة لألا يصيبك ما هو أسوأ فلما عرف الرجل أن يسوع هو الذي شفاه أسرع يخبر اليهود بذلك فأخذ اليهود يضايكون يسوع لأنه كان يعمل هذه الأعمال يوم السبت ولكن يسوع قال لهم ما زال أبي يعمل إلى الآن وأنا أيضا أعمل لهذا ازداد سعي اليهود إلى قتله ليس فقط لأنه خالف سنة السبت بل أيضا لأنه قال إن الله أبوه مساويا نفسه بالله فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن الإبن لا يقدروا أن يفعل شيئا من طلقاء نفسه بل يفعل ما يرى الآب يفعله فكل ما يعمله الآب يعمله الإبن كذلك لأن الآب يحب الإبن ويريه جميع ما يفعله وسيريه أيضا أعمالا أعظم من هذا العمل فتدهشون فكما يقيم الآب الموت ويحييهم كذلك يحيي الإبن من يشاء والآب لا يحاكم أحدا بل أعطى الإبن سلطة القضاء كلها ليكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب ومن لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني تكون له الحياة الأبدية ولا يحاكم في اليوم الأخير لأنه يكون قد انتقل من الموت إلى الحياة الحق أقول لكم إن الساعة التي يسمع فيها الأموات صوت ابن الله ستأتي بل هي الآن والذين يسمعونه يحيون لأنه كما أن للآب حياة في ذاته فقد أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته وأعطاه سلطة أن يدين لأنه ابن الإنسان لا تتعجب من هذا فسوف تأتي ساعة يسمع فيها جميع من في الكبور صوته فيخرجون منها فالذين عملوا الصالحات يخرجون في القيامة المؤدية إلى الحياة وأما الذين عملوا السيئات ففي القيامة المؤدية إلى الدينون وأنا لا يمكن أن أفعل شيئا من تلقاء ذاتي بل أحكم حسب ما أسمع وحكمي عادل لأني لا أسعى لتحقيق إرادتي بل إرادة الذي أرسلني لو كنت أؤدي الشهادة لنفسي لكانت شهادتي غير صادقة ولكن غير يؤدي الشهادة لي وأنا أعلم أن شهادته لي هي حق وقد بعثتم رسلا إلى يحنى فشهد للحق وأنا أقول هذا لا لأني أعتمد على شهادة إنسان بل من أجل خلاصكم فقد كان يحنى مصباحا متوهجا مضيئا وشئتم أن تستمتعوا بنوره فترة من الزمن ولكن لي شهادة أعظم من شهادة يحنى وهي شهادة الأعمال التي كلفني الآب أن أنجزها والتي أعملها فهي تشهد لي مبينة أن الآب أرسلني والأب الذي أرسلني هو نفسه أيضا يشهد لي وأنتم لم تسمعوا صوته قط ولا رأيتم هيئته ولا ثبتت كلمته في قلوبكم بدليل أنكم لا تصدقون الذي أرسله أنتم تدرسون الكتب لأنكم تعتقدون أنها ستهديكم إلى الحياة الأبدية هذه الكتب تشهد لي ولكنكم ترفضون أن تأتوا إلي لتكون لكم الحياة لست أقبل مجدا من عند الناس ولكني أعرفكم وأعرف أن محبة الله ليست في نفوسكم فقد جئت باسم أبي ولم تقبلوني ولكنكم ترحبون بمن يجيء باسم نفسه من أين لكم أن تؤمنوا بي وأنتم تقبلون المجد بعضكم من بعض دون أن تسعوا في طلب المجد الذي لا يمنعه إلا الله لا تظن أني أشكوكم إلى الآب فإن هناك من يشكوكم وهو موسى الذي علقتم عليه رجاءكم فلو كنتم صدقتم موسى لكنتم صدقتموني لأنه هو كتب عني وإذا كنتم لا تصدقون ما كتبه موسى فكيف تصدقون كلامي الأصحاح السادس بعد ذلك عبر يسوع بحيرة الجليل أي بحيرة تبرية إلى الضفة المقابلة وتبعه جمع كبير بعدما رأوا آيات شفائه للمرضى وصعد يسوع وتلميذه إلى الجبل وجلسوا وكان عيد الفصح اليهودي قد اقترب وإذ تطلع يسوع ورأى جمعا كبيرا قادما نحوه قال لفيلوبوس من أين نشتري خبزا لنطعم هؤلاء كلهم وقد قال هذا ليمتحنه لأن يسوع كان يعرف ما سيفعله فأجابه في لبوس حتى لو اشترينا خبزا بمائتي دينار لما كان يكفي ليحصل الواحد منهم على قطعة صغيرة فقال له أندراوس أخو سمعان بطرس وهو أحد التلميذ هنا ولد معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان صغيرتان ولكن ما هذه لمثل هذا الجمع الكبير فقال يسوع أجلسوهم وكان هناك عشب كثير فجلس الرجال وكان عددهم نحو خمسة آلاف فأخذ يسوع الأرغفة وشكرة ثم وزع منها على الجالسين بقدر ما أرادوا وكذلك فعل بالسمكتين فلما شبعوا قال لتلميذه اجمعوا كسر الخبز التي فضلت لكي لا يضيع شيء فجمعوها وملأوا اثنتين عشر كفة من كسر الخبز الفاضلة عن الآكلين من خمسة أرغفة الشعير فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا حقا هذا هو النبي الآت إلى العالم وعلم يسوع أنهم على وشك أن يختطفوا ليقيموه ملكا فعاد إلى الجبل وحده ولما حل المساء نزل تلميذه إلى البحيرة ورقبوا كاربا متجهين إلى كفر ناحوم في الضفة المقابلة من البحيرة وخيم الظلام ولم يكن يسوع قد لحق بهم وهبت عاصفة قوية فاضطربت البحيرة وبعدما جذفت تلاميذ نحو ثلاثة أميال أو أربعة رأوا يسوع يقترب من القارب ماشيا على ماء البحيرة فاستولى عليهم الخوف فشجعهم قائلا أنا هو لا تخافوا فما كادوا يطلبون منه أن يصعد إلى القارب حتى وصل القارب إلى المكان المقصود وفي اليوم التالي لم يجد الجمع الذين باتوا على الضفة المقابلة من البحيرة إلا قاربا واحدا وكانوا يعرفون أن يسوع لم يركب القارب مع تلميذه بالأمس بل استقله التلميذ وحدهم ثم جاءت قوارب أخرى من طبرية ورصد بالقرب من المكان الذي أكل فيه الخبز بعدما شكر الرب عليه فلما لم يجد الجمع يسوع ولا تلميذه هناك ركبوا تلك القوارب وجاءوا إلى كفر ناحوم باحثين عن يسوع فلما وجدوه على الضفة المقابلة من البحيرة قالوا له يا معلم متى وصلت إلى هنا أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم الآيات بل لأنكم أكلتم وشبعتم من تلك الأرغفة لا تسعوا وراء الطعام الفاني بل وراء الطعام الباقي إلى الحياة الأبدية والذي يعطيكم إياه ابن الإنسان لأن هذا الطعام قد وضع الله الآب ختمه عليه فسألوه ماذا نفعل لنعمل ما يطلبه الله أجاب يسوع العمل الذي يطلبه الله هو أن تؤمنوا بمن أرسله فقالوا له ما الآية التي تعملها لنراها ونؤمن بك ماذا تقدروا أن تعمل فإن أباءنا أكلوا المن في البرية كما جاء في الكتاب أعطاهم من السماء خبزا ليأكلوا فأجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن موسى لم يعطيكم خبزا من السماء وإنما أبي هو الذي يعطيكم الآن خبز السماء الحقيقي فخبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم قالوا له يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز فأجابهم يسوع أنا هو خبز الحياة فالذي يقبل إلي لا يجوع والذي يؤمن بي لا يعتش أبدا ولكن قلت لكم إنكم رأيتموني ولا تؤمنون ولكن كل ما يهبه الآب لي سيأتي إلي ومن يأتي إلي لا أطرحه إلى الخارج أبدا فقد نزلت من السماء لا لأتم مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني ومشيئته هي أن لا أدع شيئا مما وهبه لي يهلك بل أقيمه في اليوم الأخير نعم إن مشيئة أبي هي إن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية وسأقيمه أنا في اليوم الأخير فأخذ اليهود يتضمرون على يسوع لأنه قال أنا الخبز الذي نزل من السماء وقالوا أليس هذا يسوع بن يوسف الذي نعرف نحن أباه وأمه فكيف يقول إني نزلت من السماء فأجابهم يسوع لا تتضمروا فيما بينكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا اجتزبه الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الأخير جاء في كتب الأنبياء سيتعلم الجميع من الله وكل من يسمع الآب ويتعلم منه يأتي إلي وليس معنى هذا أن أحدا رأى الآب فما رآه إلا الذي كان مع الله هو وحده رأى الآب الحق الحق أقول لكم إن الذي يؤمن بي فله حياة أبدية أنا هو خبز الحياة أكل أباؤكم المن في البرية ثم ماتوا ولكن ها هنا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموت أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أقدمه أنا هو جسدي أقدمه من أجل أن يحيا العالم فأثار هذا الكلام جدالا عنيفا بين اليهود وتساءلوا كيف يقدروا هذا أن يعطينا جسده لنأكله فأجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلا حياة لكم في داخلكم من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي هو الطعام الحقيقي ودمي هو الشراب الحقيقي وكل من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيي وأنا فيي وكما أني أحيا بالآب الحي الذي أرسلني فكذلك يحيا بي من يأكلني هذا هو الخبز الذي نزل من السماء وهو ليس كالمن الذي أكله أباؤكم ثم ماتوا فالذي يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد هذا كله قاله يسوع في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم فلما سمعه كثيرون من تلميذه قالوا ما أصعب هذا الكلام من يطيك سماعه فعلم يسوع في نفسه أن تلميذه يتضمرون فسألهم أهذا يبعث الشكوك في نفوسكم فماذا لو رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان قبلا الروح هو الذي يعطي الحياة أما الجسد فلا يفيد شيئا الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة ولكن بعضا منكم لا يؤمنون فقد كان يسوع منذ البدء يعرف من هم الذين لا يؤمنون به ومن هو الذي سيخونه ثم قال لذلك قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا وهبه الآب ذلك من ذلك الوقت هجره كثيرون من أدباعه ولم يعودوا يدبعونه فقال للإثني عشر تلميذا وأنتم أتريدون أن تذهبوا مثلهم فأجابه سمعان بطرس إلى من نذهب يا رب وعندك كلام الحياة الأبدية نحن آمنا وعرفنا أنك كدوس الله فقال يسوع أليس أنا اخترتكم أنتم لاثني عشر ومع ذلك فواحد منكم شيطان أشار بهذا إلى يهود بن سمعان الإسخريوطي لأنه من الاثني عشر الأصحاح السابع بعد ذلك بدأ يسوع يتنقل في منطقة الجليل متجنبا التجول في منطقة اليهودية لأن اليهود كانوا يسعون إلى قتله وعندما اقترب عيد المظال اليهودي قال له إخوته اترك هذه المنطقة واذهب إلى اليهودية ليرى أتباعك ما تعمله من أعمال فلا أحد يعمل في الخفاء إذا كان يبتغي الشهرة وما دمت تعمل هذه الأعمال فاظهر نفسك للعالم فإن إخوته لم يكون مؤمنين به فأجابهم يسوع ما حان وقت بعد أما وقتكم فهو مناسب كل حين لا يقدر العالم أن يبغدكم ولكنه يبغدني أنا لأن أشهد علي أن أعماله شريرة اصعدوا أنتم إلى العيد قال لهم هذا وبقي في الجليل وبعدما ذهب إخوته إلى العيد ذهب هو أيضا كما لو كان متخفيا لا ظاهرا فأخذ اليهود يبحثون عنه في العيد ويسألون أين ذاك الرجل وثارت بين الجموع مناقشات كثيرة حوله فقال بعضهم إنه صالح وقال آخرون لا بل إنه يضلل الشعب ولكن لم يجرأ أحد أن يتكلم عنه علنا خوفا من اليهود ولما مضى من العيد نصفه صعد يسوع إلى الهيكل وبدأ يعلم الناس فدهش اليهود وتساءلوا كيف يعرف هذا الكتب وهو لم يتعلم فأجابهم يسوع ليس تعليمي من عندي بل من عند الذي أرسلني ومن أراد أن يعمل مشيئة الله يعرف ما إذا كان تعليمي من عند الله أو إنني أتكلم من عندي من يتكلم من عنده يطلب المجد لنفسه أما الذي يطلب المجد لمن أرسله فهو صادق لا إثم فيه أما أعطاكم موسى الشريعة ولكن ما من أحد منكم يعمل بالشريعة لماذا تسعون إلى قتلي أجابه الجمع بك شيطان من يريد أن يقتلك فقال يسوع عملت يوم السبت عملاً واحداً فاستغربتم جميعاً إن موسى أوصاكم بالختان وهذا لا يعني أن الختان يرجع إلى موسى بل إلى الآباء ولذلك تختنون الإنسان ولو يوم السبت فإن كنتم تجرون الختان للإنسان يوم السبت لكي لا تخالفوا شريعة موسى فهل تخضبون علي لأني شفيت إنساناً بكامله في السبت لا تحكموا بحسب الظاهر بل احكموا حكماً عادلاً عند ذلك قال بعض أهل أوري شليم أليس هذا هو الذي يريدون أن يقتلوه؟ ها هو يتكلم علناً ولا أحد يعترضه بشيء ترى هل تأكد رؤساؤنا أنه هو المسيح حقاً؟ إن المسيح عندما يأتي لن يعرف أحد من أين جاء أما هذا فإننا نعرف أصله فرفع يسوع صوته وهو يعلم في الهيكل قائلاً أنتم تعرفونني وتعرفون من أين أنا وأنا لم آت من عند ذاتي ولكن الذي أرسلني هو حق وأنتم لا تعرفونه أما أنا فعرفه لأن منه وهو الذي أرسلني فسعى اليهود للقبض عليه ولكن أحداً لم يلق عليه يداً لأن ساعته لم تكن قد حانت على أن كثيرين من الجمع آمنوا به وقالوا هل علّى المسيح عندما يأتي يجري آيات أكثر من هذه التي يجريها هذا الرجل؟ وسمع الفرسيون ما يتهامس به الجمع عنه فأرسلوهم ورؤساء الكهن بعض الحراس ليلقوا القبض عليه فقال لهم يسوع أنا باق معكم وقتاً قليلاً ثم أعودوا إلى الذي أرسلني عندئذ تسعون في طلبي ولا تجدونني ولتقدرون أن تذهبوا إلى حيث أكون فتساءل اليهود فيما بينهم إلى أين ينوي أن يذهب فلا نجده؟ أي يذهب إلى المدن اليونانية التي تشتت فيها اليهود ويعلم اليونانيين؟ وماذا يعني بقوله تسعون في طلبي فلا تجدونني؟ ولا تقدرون أن تذهبوا إلى حيث أكون؟ وفي آخر يوم من العيد وهو أعظم أيامه وقف يسوع وقال بأعلى صوته إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب وكما قال الكتاب فمن آمن به تجري من داخله أنهار ماء حي قال يسوع هذا عن الروح الكدس الذي كان المؤمنون به سيقبلونه ولم يكن الروح قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد تمجد بعد ولما سمع الحاضرون هذا الكلام قال بعضهم هذا هو النبي حقا وقال آخرون هذا هو المسيح ولكن بعضهم قالوا وهل يطلع المسيح من الجليل؟ أما قال الكتاب إن المسيح سيأتي من نسل داود ومن كرية بيت لحم حيث كان داود وهكذا حصل بسببه بين الجمع انقصام في الرأي وأراد بعضهم أن يلقوا القبض عليه ولكن أحدا لم يلقي عليه يدا ورجع حراس الهيكل إلى الفريسيين ورؤساء الكهنة فسألوهم لماذا لم تجلبوه؟ فأجابوا لم نسمع قط إنسانا يتكلم بمثل كلامه فردوا غاضبين وهل ضللتم أنتم أيضا؟ أرأيتم أحدا من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ أما عامة الشعب الذين يجهلون الشريعة فاللعنة عليهم ولكن واحدا منهم وهو نيكوديموس الذي كان قد جاء إلى يسوع ليلا قال لهم أتسمح شريعتنا بأن يحكم على أحد دون سماع دفاعه أولا لمعرفة ذنبه؟ فأجابوه ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ أدرس الكتاب تعلم أنه لم يطلع قط نبي من الجليل ثم انصرف كل واحد إلى بيته الأصحاح الثامن وأما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون وعند الفجر عاد إلى الهيكل فاجتمع حوله جمهور الشعب فجلس يعلمهم وأحضر إليه معلم الشريعة والفريسيون امرأة دبطت تزني وأوقفوها في الوسط وقالوا له يا معلم هذه المرأة دبطت بالجرم المشهود وهي تزني وقد أوصان موسى في شريعته بإعدام أمثالها رجما بالحجارة فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها أما هو فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض ولكنهم ألح عليه بالسؤال فاعتدل وقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في متانها فاعتدل وقال لها أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت لا أحد يا سيد فقال لها وأنا لا أحكم عليك اذهبي ولا تعودي تخطئين وخاطبهم يسوع أيضا فقال أنا نور العالم من يتبعني فلا يتخبط في الظلام بل يكون له نور الحياة فاعترضه الفريسيون قائلين أنت الآن تشهد لنفسك فشهادتك لا تصح فأجاب مع أني أشهد لنفسي فإن شهادتي صحيحة لأنني أعرف من أين أتيت وإلى أين أذهب أما أنتم فلا تعرفون لا من أين أتيت ولا إلى أين أذهب ولذلك تحكمون علي بحسب البشر أما أنا فلا أحكم على أحد مع أنه لو حكمت لجاء حكم عادلا لأني لا أحكم بمفردي بل أنا والآب الذي أرسلني ومكتوب في شريعتكم أن شهادة شاهديني صحيحة فأنا هو من يشهد لي ويشهد للأب الذي أرسلني فسألوه أين أبوك فأجاب أنتم لا تعرفونني ولا تعرفون أبي ولو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا قال يسوع هذا الكلام في الهيكل عند صندوق التقدمات ولم يلك أحد القبض عليه لأن ساعته لم تكن قد حانت بعد ثم قال لهم يسوع سوف أذهبوا فتسعون في طلبي ولكنكم لا تقدرون أم تأتوا إلى حيث أكون بل تموتون في خطيئتكم فأخذ اليهود يتساءلون ترى ماذا يعني قوله لا تقدرون أن تأتوا إلى حيث أكون هل سينتحر فكان رده أنتم من تحت أما أنا فمن فوق أنتم من هذا العالم وأنا لست منه لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم لأنكم إذ لم تؤمنوا بأني أنا هو تموتون في خطاياكم فسألوه من أنت أجاب يسوع أنا كل ما كنت أقول لكم دائما وعند أشياء كثيرة أقولها وأحكم بها عليكم ولكن الذي أرسلني هو حق وما أقوله للعالم هو ما سمعته منه ولم يفهم أن يسوع بقوله هذا كان يشير إلى الآب لذلك قال لهم يسوع عندما تعلقون ابن الإنسان تعرفون أني أنا هو وأني لا أعمل شيئا من نفسي بل أقول الكلام الذي علمني إياه أبي إن الذي أرسلني هو معي ولم يتركني وحدي لأني دوما أعمل ما يرديه وبينما يسوع يتكلم بهذا آمن به كثيرون فقال لليهود الذين آمنوا به إن ثبتتم في كلمتي كنتم حقا تلميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم فرد اليهود نحن أحفاد إبراهيم ولم نكن قط عبيدا لأحد كيف تقول لنا إنكم ستصيرون أحرارا أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يرتكب الخطيئة يكون عبدا لها والعبد لا يبقى في بيت سيده دائما أما الابن فيعيش فيه أبدا فإن حرركم الابن تصيرون بالحق أحرارا أنا أعرف أنكم أحفاد إبراهيم ولكنكم تسعون إلى قتلي لأن كلمتي لا تجد لها مكانا في قلوبكم إني أتكلم بما رأيته عند الآب وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم فاعترضوه قائلين أبونا هو إبراهيم فقال لو كنتم أولاد إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم ولكنكم تسعون إلى قتلي وأنا إنسان كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله وهذا لم يفعله إبراهيم أنتم تعملون أعمال أبيكم فقالوا له نحن لم نولد من زنة لنا أب واحد هو الله فقال يسوع لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني لأني خرجت من الله وجئت لم آت من نفسي بل هو الذي أرسلني لماذا لا تفهمون كلامي لأنكم لا تطيقون سماع كلمتي إنكم أولاد أبيكم إبليس وشهوات أبيكم ترغبون في أن تعملوا فهو من البدء كان قاتلا للناس ولم يثبت في الحق لأنه خال من الحق وعندما ينطق بالكذب فهو ينضح بما فيه لأنه كذاب وأب الكذب أما أنا فلأني أقول الحق لستم تصدكونني من منكم يثبت علي خطيئة فما دمت أقول الحق فلماذا لا تصدكونني من كان من الله حقا يسمع كلام الله ولكنكم ترفضون كلام الله لأنكم لستم من الله فقال اليهود ألسنا نقول الحق عندما نقول إنك سامري وإن فيك شيطانا أجابهم لا شيطان في لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني أنا لا أطلب مجد نفسي فهناك من يطالب ويغضي لي الحق الحق أقول لكم إن من يطيع كلامي لن يرى الموت أبدا فقال اليهود الآن تأكد لنا أن فيك شيطانا مات إبراهيم ومات الأنبياء وأنت تقول إن الذي يطيع كلامك لن يذوق الموت أبدا أأنت أعظم من آبين إبراهيم الذي مات حتى الأنبياء ماتوا فمن تجعل نفسك أجابهم إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي بشيء لكن أبي هو الذي يمجدني وأنتم تقولون إنه إلهكم مع أنكم لا تعرفونه أما أنا فأعرفه ولو قلت لكم إني لا أعرفه لكنت مثلكم كاذبا لكني أعرفه وأعمل بكلمته أبوكم إبراهيم ابتهج لرجائه أن يرى يومي فرآه وفرح فقال له اليهود ليس لك من العمر خمسون سنة بعد فكيف رأيت إبراهيم أجابهم الحق الحق أقول لكم إنني كائن من قبل أن يكون إبراهيم فرفعوا حجارة ليرجموه ولكنه أخف نفسه وخرج من الهيكل الأصحاح التاسع وفيما كان يسوع مارا رأى رجلا أعمى منذ ولادته فسأله تلميذه يا معلم من أخطأ هذا أم والداه حتى ولد أعمى فأجابهم يسوع لا هو أخطأ ولا والداه ولكن حتى تظهر فيه أعمال الله فعلي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام الوقت نهارا فسيأتي الليل ولا أحد يقدر أن يعمل فيه وما دمت في العالم فأنا نور العالم قال هذا وتفل في التراب وجبل من التفل طينا ثم وضعه على عيني الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام أي الرسول فذهب واختسل وعاد بصيرا فتساءلت جيران والذين كانوا يرونه من قبل يستعطي أليس هذا هو نفسه الذي كان يجلس ليستعطي قال بعضهم هذا هو وآخرون لا ولكنه يشبهه أما هو فرد قائلا بل أنا هو فقالوا له وكيف انفتحت عيناك أجاب الرجل الذي اسمه يسوع جبل طينا دهن به عينيا وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واختسل فيها فذهبت واختسلت فأبصرت فسألوه وأين هو الآن فقال لا أعرف فذهبوا بالرجل الذي كان أعمى إلى الفريسيين وكان اليوم الذي جبل فيه يسوع الطين وفتح عيني الأعمى يوم سبت فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر فأجاب وضع طينا على عيني واختسلت وها أنا أبصر فقال بعض الفريسيين لا يمكن أن يكون هذا الرجل من الله لأنه يخالف سنة السبت ولكن بعضهم قالوا كيف يقدر رجل خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات فوقع الخلاف بينهم وعدوا يسألون الذي كان أعمى وما رأيك أنت فيه مدام قد فتح عينيك فأجابهم إنه نبي ورفض اليهود أن يصدقوا أنه كان أعمى فأبصر فاستدعوا والديه وسألوهما أهذا ابنكم المولود أعمى كما تقولان فكيف يبصر الآن أجابهم الوالدان نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى ولكننا لا نعلم كيف يبصر الآن ولا من فتح عينيه إنه بالغ الرشد يجيبكم عن نفسه فاسألوه وقد قال والداه هذا لخوفهما من اليهود لأن اليهود كانوا قد اتفقوا أن يطردوا من المجمع كل من يعترف أن يسوح والمسيح لذلك قالا إنه بالغ الرشد فاسألوه ثم استدعى الفرسيون مرة ثانية الرجل الذي كان أعمى وقال له مجد الله نحن نعلم أن هذا الرجل خاطئ فأجاب أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر فسألوه ثانية ماذا فعل بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا لي فلماذا تريدون أن تسمعوا مرة ثانية؟ ألعا لكم تريدون أنتم أيضا أن تصيروا تلميذ له؟ فشتموه وقالوا له بل أنت تلميذه أما نحن فتلميذ موسى نحن نعلم أن موسى كلمه الله أما هذا فلا نعلم له أصلا فأجابهم الرجل إن في ذلك عجبا إنه فتح عيني وتقولون إنكم لا تعلمون له أصلا نحن نعلم أن الله لا يستجيب للخاطئين ولكنه يستمع لمن يتقيه ويعمل بإرادته ولم يسمع مدى الأجيال أن أحدا فتح عيني مولود أعمى فلو لم يكن هو من الله لم استطاع أن يعمل شيئا فصاح به أنت بكاملك أولدت في الخطيئة وتعلمنا ثم طردوه خارج المجمع وعرف يسوع بطرده خارجا فقصد إليه وسأله أتؤمن بابن الله؟ أجاب من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ فقال له يسوع الذي قد رأيته والذي يكلمك هو نفسه فقال أنا أؤمن يا سيد وسجد له فقال يسوع أتيت إلى هذا العالم لأجل الحكم ليبصر العميان ويعمى المبصرون فسمع ذلك بعض الفريسيين الذين كانوا معه فسألوه وأن نحن أيضا عميان فأجابهم يسوع لو كنتم عميانا بالفعل لما كانت عليكم خطيئة ولكنكم تدعون أنكم تبصرون ولذلك فإن خطيئتكم باقية الأصحاح العاشر الحق الحق أقول لكم إن من يدخل إلى حضيرة الخراف من غير بابها فيتسلق إليها من طريق آخر فهو لص وصارك أما الذي يدخل من الباب فهو راع الخراف والبواب يفتح له والخراف تزغي إلى صوته فينادي خرافه الخاصة كل واحد باسمه ويقودها إلى خارج الحضيرة ومتى أخرجها كلها يسير أمامها وهي تدبعه لأنها تعرف صوته وهي لا تدبع من كان غريبا بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء ضرب يسوع لهم هذا المثل ولكنهم لم يفهموا مغزى كلامه لذلك عاد فقال الحق الحق أقول لكم أنا باب الخراف جميع الذين جاءوا قبلي كانوا لصوصا وسراكا ولكن الخراف لم تزغي إليهم أنا الباب من دخل بي يخلص فيدخل ويخرج ويجد المرعى السارك لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وتكون لهم فياضة أنا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل حياته فدى خرافه وليس الأجير كالراعي لأن الخراف ليست ملكه فعندما يرى الذئب قادما يترك الخراف لينجو بنفسه فيخطف الذئب الخراف ويبددها إنه يهرب لأنه أجير ولا يبال بالخراف أما أنا فإن الراعي الصالح وأعرف خرافي وخرافي تعرفني مثلما يعرفني الآب وأنا أعرفه وأنا أبزل حياتي فدى خرافي ولي خراف أخرى لا تنتمي إلى هذه الحظيرة لابد أن أجمعها إلي أيضا فتزغي لصوتي فيكون هناك كطيع واحد وراع واحد إن الآبا يحبني لأني أبذل حياتي لكي أستردها لا أحد ينتزع حياتي مني بل أنا أبذلها باختياري فلي السلطة أن أبذلها ولي السلطة أن أستردها هذه الوصية تلقيتها من أبي فانقسم اليهود في الرأي حول هذا الكلام فقال كثيرون منهم إن شيطانا يسكنه وهو يهذي فلماذا تستمعون إليه وقال آخرون ليس هذا كلام من يسكنه شيطان أي استطيع الشيطان أن يفتح عيون العميان وفي أثناء الاحتفال بعيد تجديد الهيكل في الشتاء كان يسوع يتمشى في الهيكل في قاعة سليمان فتجمع حوله اليهود وقال له حتى متى تبقين حائرين بشأنك إن كنت أنت المسيح حقا فقل لنا صراحة فأجابهم يسوع قلت لكم ولكنكم لا تصدكون والأعمال التي أعملها باسم أبي هي تؤدي لي الشهادة ولكنكم لا تصدكون لأنكم لستم خرافي فخرافي تصغي لصوتي وأنا أعرفها وهي تدبعني وأعطيها حياة أبدية فلا تهلك إلى الأبد ولا ينتزعها أحد من يدي إن الأب الذي أعطاني إياها هو أعظم من الجميع ولا يقدر أحد أن ينتزع من يدي الآب شيئا أنا والآب واحد فرفع اليهود مرة ثانية حجارة ليرجموه فقال لهم يسوع أليتكم أعمالا صالحة كثيرة من عند أبي فبسبب أي عمل منها ترجمونني أجابوه لا نرجمك بسبب أي عمل صالح بل بسبب تجديفك لأنك تجعل نفسك الله وأنت إنسان فقال لهم يسوع أليس مكتوبا في شريعتكم أنا قلت إنكم آلهة فإذا كانت الشريعة تدعو أولئك الذين نزلت إليهم كلمة الله آلهة والكتاب لا يمكن أن ينقب فهل تقولون لمن قدسه الآب وبعثه إلى العالم أنت تجدف لأني قلت أنا ابن الله إن كنت لا أعمل أعمال أبي فلا تصدقوني أما إن كنت أفعل ذلك فصدقوا تلك الأعمال وإن كنتم لا تصدقونني أنا عندئذ تعرفون ويتأكد لكم أن الآب في وأنا في فأراد ثانية أن يلق القبض عليه ولكنه أفلت من أيديهم ورجع إلى الضفة المقابلة من نهر الأردن حيث كان يحنى يعمد من قبل وأقام هناك فجاء إليه كثيرون وهم يقولون ما عمل يحنى آية واحدة ولكن كل ما قاله عن هذا الرجل كان حقا وآمن به كثيرون هناك الأصحاح الحادي عشر ولكن مرض إنسان اسمه لعازر وهو من بيت عنيا قرية مريم ومرثى أختها ومريم هذه هي التي دهنت الرب بالعطر ومسحت قدميه بشعرها وكان لعازر المريض أخاها فأرسلت الأختان إلى يسوع تقولان يا سيد إن الذي تحبه مريض فلما سمع بذلك قال لن ينتهي هذا المرض بالموت بل سيؤدي إلى تمجيد الله إذ به سيتمجد ابن الله ومع أن يسوع كان يحب مرثى وأختها ولعازر فقد مكث حيث كان مدة يومين بعد علمه بمرض لعازر وبعد ذلك قال لتلميذه لنرجع إلى اليهودية فقال التلميذ يا معلم أترجع إلى اليهودية ومنذ وقت قريب أراد اليهود أن يرجموك فأجاب يسوع أليست ساعات النهار إثنتين عشرة فالذي يمشي في النهار لا يتعثر لأنه يرى نور هذا العالم أما الذي يمشي في الليل فإنه يتعثر لأن النور ليس فيه ثم قال يسوع لعازر حبيبنا قد رقد ولكني سأذهب لأنهضه فقال التلميذ يا سيد إن كان قد رقد فإنه سينهض معافا وكان يسوع يعني موت لعازر أما التلميذ فظنوه يعني رقاد النوم عندئذ قال لهم صراحة لعازر قد مات ولأجلكم أنا أفرح بأني لم أكن هناك حتى تؤمنوا فلنذهب إليه فقال توم المعروف بالتوأم للتلميذ الآخرين لنذهب نحن أيضا فنقتل معه أي مع يسوع وعندما وصل يسوع إلى بيت عنيا كان لعازر قد دفن منذ أربعة أيام وكانت بيت عنيا لا تبعد عن أورشليم إلا حوالي ميلين وكان كثيرون من اليهود قد توافدوا إلى مرثى ومريم يعزودهما عن أخيهما فلما عرفت مرثى أن يسوع قادم خرجت للقاء وبقيت مريم جالسة في البيت وقالت مرثى ليسوع يا سيد لو كنت هنا لما مات أخي فأنا واثقة تماما بأن الله يعطيك كل ما تطلب منه فأجاب يسوع سيقوم أخوك قالت مرثى أعرف أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير فرد يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي وإن مات فسيحيا ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا أجابته نعم يا سيد أنا قد آمنت أنك أمت المسيح ابن الله الذي جاء إلى العالم قالت هذا وذهبت تدعو أختها مريم فقالت لها سرا المعلم هنا وهو يطلبك فلما سمعت مريم هبت واقفة وأسرعت إلى يسوع ولم يكن قد وصل بعد إلى القرية بل كان لا يزال في المكان الذي لاقته فيه مرثى فلما رآها اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها تهب واقفة وتسرع بالخروج لحقوا بها لأنهم ظنوا أنها ذاهبة لتبكي عند الكبر وما إن وصلت مريم إلى حيث كان يسوع ورأته حتى ارتمت على قدميه تقول يا سيد لو كنت هنا لما مات أخي فلما رآها يسوع تبكي ويبكي معها اليهود الذين رافقوها فاض قلبه بالأسى الشديد وسأل أين دفنتموه فأجابوا تعال يا سيد وانظر عندئذ بك يسوع فقال اليهود بعضهم لبعض انظروا كم كان يحبه وتساءل بعضهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يرد الموت عن العازر ففاض قلب يسوع بالأسى الشديد مرة ثانية ثم اقترب إلى الكبر وكان كهفا على بابه حجر كبير وقال ارفعوا الحجر فقالت مرثة يا سيد هذا يومه الرابع وقد أمتن فقال يسوع ألم أكن لك إن آمنت ترين مجد الله فرفعوا الحجر ورفع يسوع عينيه إلى السماء وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وقد علمت أنك دوما تسمع لي ولكني قلت هذا لأجل الجمع الواقف حولي ليؤمنوا أنك أنت أرسلتني ثم نادى بصوت عال لعازر أخرج فخرج الميت والأكفان تشد يديه ورجليه والمنديل يلف رأسه فقال يسوع لمن حوله حلوه ودعوه يذهب وآمن بيسوع كثيرون من اليهود الذين جاءوا ليعزوا مريم عندما رأوه يعمل ذلك على أن جماعة منهم ذهبوا إلى الفريسيين وأخبروهم بما عمله يسوع فعقد رؤساء الكهن والفريسيون مجلسا وقالوا ماذا نفعل هذا الرجل يعمل آيات كثيرة فإذا تركناه وشأنه يؤمن به الجميع فيأتي الرومانيون ويدمرون هيكلنا المقدس وأمتنا فقال واحد منهم وهو قيافة الذي كان رئيسا للكهن في تلك السنة إنكم لا تعرفون شيئا ألا تفهمون أنه من الأفضل أن يموت رجل واحد فدى الأمة بدلا من أن تهلك الأمة كلها ولم يقل قياف هذا الكلام من عنده ولكن إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنباه أن يسوع سيموت فدى الأمة وليس فدى الأمة وحسب بل أيضا ليجمع أبناء الله المشتتين فيجعلهم واحدا من ذلك اليوم قرر اليهود أن يقتلوا يسوع فلم يعد يتجول بينهم جهارا بل ذهب إلى مدينة اسمها إفرايم تقع في بقعة قريبة من البرية حيث أقام مع تلميذه وكان عيد الفصح اليهودي قد اقترب فتوافد كثيرون من الكرة إلى أوريشليم ليقوموا بتقوس التطهر السابقة للعيد وكانوا يبحثون عن يسوع ويتساءلون وهم مجتمعون في الهيكل ما رأيكم؟ ألعله لا يأتي إلى العيد؟ وكان رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا بأن على كل من يجد يسوع أن يبلغ عنه ليلقوا القبض عليه الأصحاح الثاني عشر وقبل الفصح بستة أيام جاء يسوع إلى بيت عنيا بلدة العازر الذي أقامه من بين الأموات فأقيمت له وليمة عشاء وأخذت مرثى تخدم وكان لعازر أحد المتكئين معه فأخذت مريم منا أي ثلثة لتر من عتر الناردين الخالص الغالي الثمن ودهنت به قدمي يسوع ثم مسحتهما بشعرها فملأت الرائحة الطيبة أرجاء البيت كله فقال أحد التلميذ وهو يهوذ الإسخريوطي الذي كان سيخون يسوع لماذا لم يبع هذا العطر بثلاثمائة دينار توزع على الفكراء ولم يقل هذا لأنه كان يعطف على الفكراء بل لأنه كان لصا فقد كان أمينا للصندوق وكان يختلص مما يودع فيه فأجابه يسوع دعا فقد احتفظت بهذا العطر اليوم دفني لأن الفكراء عندكم في كل حين أما أنا فلن أكون عندكم في كل حين وعلم كثيرون من اليهود أن يسوع في بيت عنيا فجاءوا لا ليروا يسوع فقط بل يروا أيضا لعازر الذي أقامه من بين الأموات فقرر رؤساء الكهن أن يقتلوا لعازر أيضا لأن كثيرين من اليهود كانوا يهجرونهم بسببه ويؤمنون بيسوع وفي اليوم التالي عرف الجمهور الكبير الذي جاء إلى العيد أن يسوع قادم إلى أورشليم فحملوا سعف النخل وخرجوا لاستقبالي هاتفين هو صنّة تبارك الآتي باسم الرب إنه ملك إسرائيل ووجد يسوع جحشا فركب عليه كما قد كتب لا تخاف يا بنت صهيون فإن ملكك قادم إليك راقبا على جحش آتان ولم يدرك تلميذ يسوع أول الأمر أن هذا إتمام للنبوة ولكن بعدما تمجد يسوع تذكروا أن الكتاب قال هذا عنه وأنهم فعلوا هذا من أجله والجمع الذين كانوا معه حين دعا لعازر من الكبر وأقامه من بين الأموات كانوا يشهدون له بذلك ولذلك خرجت الجموع لاستقباله لأنهم سمعوا أنه أجرى تلك الآية فقال الفريسيون بعضهم لبعض أرأيتم كيف أنكم لم تستفيدوا شيئا؟ ها قد انطلق العالم كله وراءه وكان بين الذين قصدوا أوري شليم للعبادة في أثناء العيد بعض اليونانيين فذهبوا إلى فيلوبوس وهو من بيت صيدة في منطقة الجليل وقال له يا سيد نريد أن نرى يسوع فجاء فيلوبوس وأخبر أندراوس ثم ذهبا معا وأخبرا يسوع فقال يسوع لهما قد اقتربت ساعة تمجيد ابن الإنسان الحق الحق أقول لكم إن حبة الحنطة تبقى وحيدة إن لم تقع في الأرض وتمت أما إذا ماتت فإنها تنتج حبا كثيرا من يتمسك بحياته يخسرها ومن نبذها في هذا العالم يوفرها للحياة الأبدية من أراد أن يخدمني فليدبعني وحيث أكون أنا يكون خادمي أيضا وكل من يخدمني يكرمه أبي نفسي الآن مضطربة فماذا أقول أيها الآب أنقذني من الساعة القادمة علي لا فمن أجل هذه الساعة أتيت أيها الآب مجد اسمك فإذا صوت من السماء يجيب قد مجدته وسأمجده أيضا فقال بعض الحاضرين ممن سمعوا الصوت هذا صوت رعت ولكن غيرهم قالوا حدفه ملاك فأجاب يسوع لم يكن هذا الصوت لأجلي بل لأجلكم الآن وقت الحكم على هذا العالم الآن يطرد سيد هذا العالم خارجا وحين أعلقوا مرفوعا عن الأرض أجذبوا إلي الجميع قال هذا مشيرا إلى الميتة التي سيموتها فقال بعض الحاضرين علمتنا الشريعة أن المسيح يبقى حيا إلى الأبد فكيف تقول إن ابن الإنسان لابد أن يعلق من هو ابن الإنسان هذا فقال لهم يسوع النور باق معكم وقتا كصيرا فواصلوا سيركم ما دام النور يشرك عليكم لألا يطبق عليكم الظلام فإن الذي يمشي في الظلام لا يعلم أين يذهب آمنوا بالنور ما دام النور معكم فتصيروا أبناء النور وبعدما قال يسوع هذا ذهب وأخفى نفسه عنهم ومع أنه أجرى أمامهم آيات كثيرة جدا لم يؤمنوا به ليتم قول النبي إشعياء يا رب من آمن بكلامنا ولمن ظهرت يد الرب فلم يستطيعوا أن يؤمنوا لأن إشعياء قال أيضا أعمى عيونهم وقصى قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم وقد قال إشعياء هذا عندما رأى مجد الرب فتحدث عنه ومع ذلك فإن كثيرين من الرؤساء آمنوا بيسوع دون أن يجاهروا بإيمانهم مخافة أن يحكم عليهم بالطرد من المجمع مفضلين المجد الآتي من الناس على المجد الآتي من الله فقال يسوع بصوت عال من يؤمن بي فهو يؤمن لا بي أنا بل بالذي أرسلني ومن رآني رأى الذي أرسلني جئت إلى العالم نورا فمن آمن بي لا يبك في الظلام وإذا سمع أحد كلامي ولم يؤمن بي فأنا لا أحكم عليه فقد جئت لا لأحكم على العالم بل لأخلص العالم فالذي يرفضني ولا يقبل كلامي له من يحكم عليه فإن الكلمة التي قلتها هي تحكم عليه في اليوم الأخير لأني لم أتكلم بشيء من عندي بل أقول ما أوصاني به الآب الذي أرسلني وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية فإنما أقوله من كلام أقوله كما قاله للآب الأصحاح الثالث عشر وكبيل عيد الفصح ويسوع عالم أن ساعته قد حانت ليرحل من هذا العالم إلى الآب فإذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم الآن أقصى المحبة ففي أثناء العشاء وكان الشيطان قد وضع في قلب يهود ابن سمعان الإصخريوتي أن يخون يسوع وكان يسوع عالما أن الآب قد جعل كل شيء في يديه وأنه من الله خرج وإلى الله سيعود نهض عن مائدة العشاء وخلع رداءه وأخذ منشفة لفها على وسطه ثم صب ماء في وعاء للغسل وبدأ يخسل أقدام التلميذ ويمسحها بالمنشفة التي على وسطه فلما وصل إلى سمعان بطرس قال له سمعان يا سيد أنت تخسل قدمي فأجابه يسوع أنت الآن لا تفهم ما أعمله ولكنك ستفهم فيما بعد ولكن بطرس أصر كائلا لا لم تخسل قدمي أبدا فأجابه يسوع إن كنت لا أخسلك فلا يكون لك نصيب معي عندئذ قال له سمعان بطرس يا سيد لا قدمي فقط بل يدي ورأس أيضا فقال يسوع من استحمى صار كله نقيا ولا يحتاج إلا لغسل قدمي وأنتم أنقياء ولكن ليس كلكم فإن يسوع كان يعلم من الذي سيخونه ولذلك قال لستم كلكم أنقياء وبعدما انتهى من غسل أقدامهم أخذ رداءه واتكأ من جديد وسألهم أفهمتم ما عملته لكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وقد صدقتم فأنا كذلك فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أقدامكم فعليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أقدام بعض فقد قدمت لكم مثالا لكي تعملوا مثل ما عملت أنا لكم الحق الحق أقول لكم ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله فإن كنتم قد عرفتم هذا فطوبى لكم إذا عملتم به وأنا لا أقول هذا عن جميعكم فأنا أعرف الذين اخترتهم ولكن لابد أن يتم الكتاب حيث يقول الآكل من خبز رفع علي عقبه وإني أقول لكم ما سيحدث قبل حدوثه حتى متى حدث تؤمنون أني أنا هو الحق الحق أقول لكم من يقبل الذي أرسله يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني ولما قال يسوع هذا اضطربت نفسه وأعلن قائلا الحق الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني فتبادل التلميذ نظرات الحيرة وهم لا يدرون من هو الذي يعنيه وكان التلميذ الذي يحبه يسوع متكئا على حدنه فأشار إليه سمعان بطرس أن يسأل يسوع من هو الذي يعنيه فمال على صدر يسوع وسأله من هو يا سيد فأجاب يسوع هو الذي أعطيه اللكمة التي أغمسها ثم غمس اللكمة وأعطاها ليهوذ بن سمعان الإسخريوتي وبعد اللكمة دخله الشيطان فقال له يسوع أسرع فيما نويت أن تعمله ولم يفهم أحد من المتكئين لماذا قال له ذلك بل ظن بعضهم أنه يأمره أن يشتري ما يحتاجون إليه في العيد أو أن يعطي الفقراء بعض المال لأنه كان أمينا للصندوق وما أن تناول يهوذ اللكمة حتى خرج وكان الليل قد أظلم ولما خرج يهوذ قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه ومدام الله قد تمجد فيه فإنه سيمجده في ذاته وسريعا سيمجده يا أولاد الصغار سأبقى عندكم وقتا قصيرا بعد ثم تطلبونني ولكني أقول لكم ما سبق أن قلته لليهود أنكم لا تقدرون أن تأتوا حيث أنا ذاهب وصية جديدة أنا أعطيكم أحب بعضكم بعضا بهذا يعرف الجميع أنكم تلميذي إن كنتم تحبون بعضكم بعضا فسأله سمعان بطرس يا سيد أين تذهب أجابه يسوع لا تقدر أن تدبعني الآن حيث أذهب ولكنك ستدبعني فيما بعد فعاد بطرس يسأل يا سيد لماذا لا أقدر أن أدبعك الآن إني أبذل حياتي عوضا عنك أجابه يسوع أتبذل حياتك عوضا عني الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تكون قد أنكرتني ثلاث مرات الأصحاح الرابع عشر لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا في بيت أبي منازل كثيرة ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت لكم فإني ذاهب لأعد لكم مكانا وبعدما أذهب وأعد لكم المكان أعود إليكم وآخذكم إلي لتكون حيث أكون أنا أمتم تعرفون أين أنا ذاهب وتعرفون الطريق فقال تومة يا سيد لا نعرف أين أنت ذاهب فكيف نعرف الطريق فأجابه يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي إن كنتم قد عرفتموني فقد عرفتم أبي أيضا ومنذ الآن تعرفونه وقد رأيتموه فقال له في لبس يا سيد أرن الآب وكفانا فأجابه يسوع مضت هذه المدة الطويلة وأنا معكم ولم تعرفني يا في لبس الذي رآني رأى الآب فكيف تقول أرن الآب ألا تؤمن أني أنا في الآب وأن الآب فيي الكلام الذي أقوله لا أقوله من عندي وإنما الآب الحال فيه هو يعمل أعماله هذه صدقوا قولي إني أنا في الآب وإن الآب في وإلا فصدقوني بسبب تلك الأعمال الحق الحق أقول لكم إن من يؤمن بي يعمل الأعمال التي أنا أعملها بل يعمل أعظم منها لأني ذاهب إلى أبي فأي شيء تطلبونه باسمي أفعله لكم ليتمجد الأب في الإبن إن طلبتم شيئا باسمي فإني أفعله إن كنتم تحبونني فاعملوا بوصاياي وسوف أطلب من الآب أن يعطيكم معينا آخر يبقى معكم إلى الأبد وهو روح الحق الذي لا يقدر العالم أن يتكبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه في وسطكم وسيكون في داخلكم لن أترككم يتام بل سأعود إليكم بعد قليل لا يران العالم أما أنتم فسوف ترونني ولأني أنا حي فأنتم أيضا ستحيون في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم من كانت عنده وصاياي ويعمل بها فذاك يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأعلن له ذاتي فسأله يهوذ غير الإصخر يطي يا سيد ماذا جرى حتى تعلن لنا ذاتك ولا تعلنها للعالم أجابه يسوع من يحبني يعمل بكلمتي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نجعل لنا منزلا والذي لا يحبني لا يعمل بكلامي وليس هذا الكلام الذي تسمعونه من عندي بل من الآب الذي أرسلني وقد قلت لكم هذه الأمور وأنا ما زلت عندكم وأما الروح الكدس المعين الذي سيرسله الآب باسمي فإنه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم سلاما أترك لكم سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب سمعتم أني قلت لكم إني ذاهب عنكم ثم أعود إليكم فلو كنتم تحبونني لكنتم تبتهجون لأني ذاهب إلى الآب لأن الآب أعظم مني هكذا أخبرتكم بالأمر قبل حدوثه حتى متى حدث تؤمنون لن أكلمكم كثيرا بعد فإن سيدا هذا العالم قادم علي ولا شيء له في إلا إن هذا سيحدث ليعرف العالم أني أحب الآب وأني مثلما أوصاني الآب هكذا أفعل كوموا لنذهب من هنا الأصحاح الخامس عشر أنا الكرمة الحقيقية وأبي هو الكرام كل غصن فيي لا ينتج ثمرا يقطعه وكل غصن ينتج ثمرا ينقيه لينتج مزيدا من الثمر أنتم الآن أنقياء بسبب الكلمة التي خاطبتكم بها فاثبتوا فيي وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن ينتج ثمرا إلا إذا ثبت في الكرمة فكذلك أنتم إلا إذا ثبتتم فيي أنا الكرمة وأنتم الأخصان من يثبت فيي وأنا فيه فذاك ينتج ثمرا كثيرا فإنكم بمعزل عني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا إن كان أحد لا يثبت فيي يطرح خارجا كالغصن فيجف ثم تجمع الأخصان الجافة وتطرح في النار فتحترك ولكن إن ثبتتم فيي وثبت كلام فيكم فاطلبوا ما تريدون يكن لكم بهذا يتمجد أبي أن تنتجوا ثمرا كثيرا فتكونون حقا تلميذي مثلما أحبني الآب أحببتكم أنا فاثبتوا في محبتي إن عملتم بوصاياي تثبتون في محبتي كما عملت أنا بوصايا أبي وأثبتوا في محبتي قلت لكم هذا ليكون فيكم فرحي ويكون فرحكم كاملا أصيتي لكم هي هذه من أبي ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وعينتكم لتنطلق وتنتجوا ثمرا ويدوم ثمركم فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي فبهذا أوصيكم إذن أن تحبوا بعضكم بعضا إن أبغضكم العالم فاعلموا أنه قد أبغضني من قبلكم لو كنتم من أهل العالم لكان العالم يحب أهله ولكن لأنكم لستم من أهل العالم بل إني اخترتكم من وسط العالم لذلك يبغضكم العالم اذكروا الكلمة التي قلتها لكم ليس عبد أعظم من سيده فإن كان أهل العالم اضطهدوني فسوف يضطهدونكم وإن كانوا قد عملوا بكلمتي فسوف يعملون بكلمتكم ولكنهم سيفعلون هذا كله بكم من أجل اسمي لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني لو لم آتي وأكلمهم لما كانت لهم خطيئة ولكن لا عذر لهم الآن في خطيئتهم الذي يبغدني يبغد أبي أيضا ولو لم أعمل بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لما كانت لهم خطيئة ولكنهم أبغدوني وأبغدوا أبي مع أنهم رأوا تلك الأعمال وقد صار ذلك لتتم الكلمة المكتوبة في شريعتهم أبغدوني بلا سبب وعندما يأتي المعين الذي سأرسله لكم من عند الآب روح الحق الذي ينبثك من الآب فهو يؤد للشهادة وتؤدونها لي أنتم أيضا لأنكم معي من البداية الأصحاح السادس عشر قلت لكم هذا لكي لا تتزعزعوا ستطردون خارج المجامع بل سيأتي وقت يظن فيه من يقتلكم أنه يؤدي خدمة لله وهم يفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا أبي ولا عرفوني قلت لكم هذا حتى متى جاء وقت حدوثه تذكرون أنه سبق أن أخبرتكم به ولم أقل لكم هذا منذ البداية لأن كنت معكم أما الآن فإني عائد إلى الذي أرسلني ولا أحد منكم يسألني أين تذهب عندما أخبرتكم بهذا ملأ الحزن كلوبكم ولكني أقول لكم الحق من الأفضل لكم أن أذهب لأن إن كنت لا أذهب لا يأتيكم المعين ولكني إذا ذهبت أرسله إليكم وعندما يجيء يقدم للعالم البرهان على الخطيئة وعلى البر وعلى الدينونة أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون به وأما على البر فلأني عائد إلى الآب فلا ترونني بعد وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم قد صدر عليه حكم الدينونة ما زال عندي أمور كثيرة أقولها لكم ولكنكم الآن تعجزون عن احتمالها ولكن عندما يأتيكم روح الحق يرشدكم إلى الحق كله لأنه لا يقول شيئا من عنده بل يخبركم بما يسمعه ويطلعكم على ما سوف يحدث وهو سيمجدني لأن كل ما سيحدثكم به صادر عني كل ما هو للآب فهو لي ولذلك قلت لكم إن ما سيحدثكم به صادر عني بعد قليل لا ترونني وبعد ذلك بقليل ترونني فتساءل بعض التلميذ ترى ما معنى قوله بعد قليل لا ترونني وبعد ذلك بقليل ترونني وأيضا لأني عائد إلى الآب وقالوا ما هو هذا القليل الذي يتحدث عنه لسنا نفهم ما يقوله وعلم يسوع أنهم يرغبون في أن يسألوه فقال لهم تتسألون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني أيضا الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون أما العالم فيفرح إنكم ستحزنون ولكن حزنكم سيتحول إلى فرح المرأة تحزن إذا حانت ساعتها لتلت ولكن حالما تلدوا طفلها لا تعود تتذكر عناءها لفرحها بأن إنسانا قد ولد في العالم فكذلك أنتم تحزنون الآن ولكن عندما أعود للقائكم تبتهجوا قلوبكم ولا أحد يسلبكم فرحكم وفي ذلك اليوم لا تسألونني عن شيء الحق الحق أقول لكم إن الآب سيعطيكم كل ما تطلبون منه باسمي حتى الآن لم تطلبوا باسم شيئا أطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كاملا دربت لكم أمثالا في كلامي عن هذه الأمور ولكن سيأتي وقت أحدثكم فيه عن الآب بكلاما صريح دون أمثال في ذلك اليوم تطلبون من الآب باسمي ولست أقول لكم إني أطلب إليه عنكم فإن الآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني من عند الله خرجت خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم وها أنا أترك العالم وأعود إلى الآب فقال له تلميذه هأنت الآن تكلمنا كلاما صريحا بغير أمثال فالآن نعرف أنك تعلم كل شيء ولا تحتاج إلى أن يسألك أحد لذلك نؤمن أنك جئت من عند الله فرد يسوع أفالآن تؤمنون ستأتي ساعة وها قطحانة الآن فيها تتفركون كل واحد إلى بيته وتتركونني وحدي ولكني لست وحدي لأن الآب معي أخبرتكم بهذا كله ليكون لكم في سلام فإنكم في العالم ستقاسون الضيق ولكن تشجعوا فأنا قد انتصرت على العالم الأصحاح السابع عشر ولما أنهى يسوع هذا الحديث رفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد حانت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا فقد أوليته السلطة على جميع البشر ليمنح جميع الذين قد وهبتهم له حياة أبدية والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح أنا مجدتك على الأرض وأنجزت العمل الذي كلفتني فمجدني في حضرتك الآن أيها الآب بما كان لي من مجد عندك قبل تكوين العالم أظهرت اسمك للناس الذين وهبتهم لي من العالم كانوا لك فوهبتهم لي وقد عملوا بكلمتك وعرفوا الآن أن كل ما وهبته لي فهو منك لأني نقلت إليهم الوصايا التي أوصيتني بها فقبلوها وعرفوا حقا أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني من أجل هؤلاء أصلي إليك لست أصلي الآن من أجل العالم بل من أجل الذين وهبتهم لي لأنهم لك وكل ما هو لي فهو لك وكل ما هو لك فهو لي وأنا قد تمجدت فيهم هؤلاء باكون في العالم أما أنا فلست باقيا فيه لأني عائد إليك أيها الآب الكدوس احفظ في اسمك الذين وهبتهم لي ليكونوا واحدا كما نحن واحد حين كنت معهم كنت أحفظهم في اسمك فالذين وهبتهم لي رعيتهم ولم يهلك منهم أحدا إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب أما الآن فإني عائد إليك وأتكلم بهذا وأنا بعد في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم أبلغتهم كلمتك فأبغضهم العالم لأنهم ليسوا من العالم وأنا لا أطلب أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير فهم ليسوا من أهل العالم كما أني لست من العالم قدسهم بالحق إن كلمتك هي الحق وكما أرسلتني أنت إلى العالم أرسلتهم أنا أيضا إلي ومن أجلهم أنا أقدس ذاتي ليتقدسوهم أيضا في الحق ولست أصلي من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين سوف يؤمنون بي بسبب كلمة هؤلاء ليكون الجميع واحدا أيها الآب كما أنك أنت فيي وأنا فيك ليكونهم أيضا واحدا فينا لكي يؤمن العالم أنك أنت أرسلتني إني أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن واحد أنا فيهم وأنت فيي ليكتملوا فيصيروا واحدا حتى يعرف العالم أنك أرسلتني وأنك أحببتهم كما أحببتني أيها الآب أريد لهؤلاء الذين وهبتهم لي أن يكونوا معي حيث أكون أنا فيشاهدوا مجد الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفت وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وقد عرفتهم اسمك وسأعرفهم أيضا لتكون فيهم المحبة التي أحببتني بها وأكون أنا فيهم الأصحاح الثامن عشر بعدما انتهى يسوع من صلاة هذه خرج مع تلميذه وعبروا وادي كدرون وكان هناك بستان فدخله هو وتلميذه وكان يهوذ الذي خانه يعرف ذلك المكان لأن يسوع كان يجتمع فيه كثيرا مع تلميذه فذهب يهوذ إلى هناك آخذا معه فرقة الجنود وحرس الهيكل الذين أرسلهم رؤساء الكهن والفريسيون وهم يحملون المشاعل والمصابيح والسلاح وكان يسوع يعرف كل ما سيحدث له فتقدما نحوهم وقال من تريدون فأجابوه يسوع الناصري فقال لهم أنا هو وكان يهوذ الذي خانه واقفا معهم فلما قال لهم أنا هو تراجعوا وسقطوا على الأرض فعاد يسوع يسألهم من تريدون أجابوه يسوع الناصري فقال قلت لكم أنا هو فإن كنتم تريدونني أنا فدعوا هؤلاء يذهبون وذلك لتتم الكلمة التي قالها إن الذين وهبتهم لي لم يهلك منهم أحد وكان مع سمعان بطر السيف فاستله ودرب به عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى وكان اسم العبد ملخص فقال يسوع لبطرس أعد السيف إلى غمده الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها فقبضت الفرقة والقائد وحرسوا الهيكل على يسوع وقيدوه وصاكوه أولا إلى حنان وهو حم قيافة رئيس الكهنة في تلك السنة وقيافة هو الذي أشار على اليهود بأنه من الأفضل أن يموت رجل واحد فدى الأمة وتبع يسوع سمعان بطرس وتلميذ آخر كان رئيس الكهنة يعرفه فدخل ذلك التلميذ مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة أما بطرس فوقف بالباب خارجا فخرج التلميذ الآخر الذي كان رئيس الكهنة يعرفه وكلم البوابة فأدخل بطرس فسألت الخادمة البوابة بطرس ألست أنت أحد تلميذ هذا الرجل؟ أجابها لا لست منهم وكان التقس باردا وقد أوقد العبيد والحراس نارا ووقفوا يستدفئون حولها فوقف بطرس يستدفئ معهم وسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلميذه وعن تعليمه فأجابه يسوع علنا تكلمت إلى العالم ودائما علمت في المجمع والهيكل حيث يجتمع اليهود كلهم ولم أكل شيئا في السر فلماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين سمعوا ما تكلمت به إليهم فهم يعرفون ما قلته فلما قال يسوع هذا لطمه أحد الحراس وقال له أهكذا تجيب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع إن كنت أسأت الكلام فاشهد على الإساءة أما إذا كنت أحسنت فلماذا تضربني؟ ثم أرسله حنان مقيدا إلى قياف رئيس الكهنة وكان بطرس لا يزال واقفا هناك يستدفئ فسألوه هلست أنت أيضا من تلميذه؟ فأنكر وقال لست أنا فقال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب العبد الذي قطع بطرس أذنه أما رأيتك معه في البستان؟ فأنكر بطرس مرة أخرى وفي الحال صاحديك ثم أخذوا يسوع من داري قيافة إلى قصر الحاكم الروماني وكان ذلك في الصباح الباكر ولم يدخل اليهود إلى القصر لألا يتنجسوا فلا يتمكنوا من الأكل من خروف الفصح فخرج بيلاطس إليهم وسألهم بماذا تتهمون هذا الرجل؟ أجابوه لو لم يكن مذنبا لما سلمناه إليك فقال بيلاطس خذوه أنتم وحاكموه حسب شريعتكم فأجابوه لا يحق لنا أن نقتل أحدا وقد حدث هذا لتتم الكلمة التي قالها يسوع إشارة إلى الميتة التي سيموتها فدخل بيلاطس كسره واستدعى يسوع وسأله أأنت ملك اليهود؟ فرد يسوع أتقول لي هذا من عندك أم قاله لك عني آخرون؟ فقال بيلاطس وهل أنا يهودي؟ إن أمتك ورؤساء الكهنة سلموك إلي ماذا فعلت؟ أجاب يسوع ليست مملكتي من هذا العالم ولو كانت مملكتي من هذا العالم لكان حراسي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود أما الآن فمملكتي ليست من هنا فسأله بيلاطس فهل أنت ملك إذن؟ أجابه أنت قلت إني ملك ولهذا ولدت وجئت إلى العالم لأشهد للحق وكل من هو من الحق يصغي لصوتي فقال له بيلاطس ما هو الحق؟ ثم خرج إلى اليهود وقال إني لا أجد فيه ذنبا وقد جرت العادة عندكم أن أطلق لكم أحد السجناء في عيد الفصح فهل تريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا جميعا قائلين لا تطلق هذا بل باراباس وكان باراباس للصن الأصحاح التاسع عشر عندئذ أمر بيلاطس بأن يؤخذ يسوع ويجلد وجدل الجنود إكليلا من الشوك وضعوه على رأسه وألبسوه رداء أرجوان وأخذوا يتقدمون إليه ويقولون سلام يا ملك اليهود ويلطمونه وخرج بيلاطس مرة أخرى إلى الجمهور وقال لهم سأخرجه إليكم لتروا أني لا أجد فيه ذنبا فخرج يسوع عليه إكليل الشوك ورداء الأرجوان فقال لهم بيلاطس ها هو الإنسان فلما رآه رؤساء الكهنة والحرس صرخوا أسلبه أسلبه فقال لهم بيلاطس بل خذوه أنتم واصلبوه فإني لا أجد فيه ذنبا فأجابه اليهود لنا شريعة وبحسب شريعتنا يتحتم عليه الموت لأنه جعل نفسه ابن الله فعندما سمع بيلاطس هذا الكلام اشتد خوفه ودخل إلى قصره وسأل يسوع من أين أنت؟ فلم يجبه يسوع بشيء فقال له بيلاطس أما تكلمني؟ ألا تعلم أن لي سلطة أن أطلقك وسلطة أن أصلبك؟ فأجابه يسوع ما كان لك علي سلطة قد لو لم تكن قد أعطيت لك من فوق لذلك فالذي سلمني إليك له خطيئة أعظم من أجل ذلك سعى بيلاطس أن يطلقه ولكن اليهود صرخوا إن أطلقت هذا فلست محبا للقيصر فإن كل من يجعل نفسه ملكا يعاد القيصر فلما سمع بيلاطس هذا الكلام أمر بإخراج يسوع وجلس على كرسي القضاء في مكان يسمى البلاط وبالعبرية جباثة وكان الوقت نحو السادسة صباحا في يوم الإعداد للفصح وقال بيلاطس لليهود ها هو ملككم فصرخوا خذهوا عنا خذهوا عنا اصلبه فسألهم بيلاطس أأصلبوا ملككم؟ فأجابه رؤساء الكهنة لا ملك لنا إلا القيصر فسلمه بيلاطس إليهم ليصلب فأخذ يسوع فخرج وهو حامل صليبه إلى المكان المعروف بمكان الجمجمة وبالعبرية جلجثة وهناك صلبوه وصلبوا معه رجلين واحدا من كل جانب ويسوع في الوسط وعلق بيلاطس لافتة على الصليب مكتوبا عليها يسوع الناصري ملك اليهود فقرأ اللافتة كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب يسوع فيه كان قريبا من المدينة وكانت اللافتة مكتوبة بالعبرية واللاتينية واليونانية فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس لا تكتب ملك اليهود بل إن هذا الإنسان قال أنا ملك اليهود فرد بيلاطس ما كتبت فقد كتب ولما صلب الجنود يسوع أخذوا ثيابه وقسموها إلى أربعة أكسام فأخذ كل جندي كسما وأخذوا القميص أيضا وكان منسوجا كله من كطعة واحدة بغير خياطة فقال الجنود بعضهم لبعض لا داعي لتمزيقه بل لنقترع عليه فنرى من يكسبه وقد حدث ذلك ليتم ما جاء في الكتاب اقتسموا ثياب بينهم وعلى قميص اقترعوا وهذا هو ما فعله الجنود وهناك عند صليب يسوع وقفت مريم أمه واخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا بالكرب منها قال لأمه أيتها المرأة هذا ابنك ثم قال للتلميذ هذه أمك ومنذ ذلك الحين أخذها التلميذ إلى بيته بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد اكتمل فقال أنا عطشان ليتم ما جاء في الكتاب وكان هناك وعاء مليء بالخل فغمسوا في الخل إسفنجة وضعوها على زوفة ورفعوها إلى فمه فلما ذاق يسوع الخلى قال قد أكمل ثم نكس رأسه وأسلم الروح ولما كان الإعداد يتم في ذلك اليوم طلب اليهود من بيلاطس أن تكسر سيقان المصلوبين فتأخذ جثثهم لأن لتبقى معلقة على الصليب يوم السبت ولسيما لأن ذلك السبت كان يوما عظيما فجاء الجنود وكسروا ساقي كل الرجلين المصلوبين مع يسوع أما يسوع فلما وصلوا إليه وجدوه قد مات فلم يكسروا ساقي ونمط عنه أحد الجنود بحربة في جنبه فخرج في الحال دم وماء والذي رأى هذا هو يشهد وشهادته حق وهو يعلم تماما أنه يقول الحق لكي تؤمنوا أنتم أيضا وقد حدث هذا ليتم ما جاء في الكتاب لن يكسر منه عظم وقد جاء أيضا في موضع آخر من الكتاب سينظرون إلى ذلك الذي تعنوه بعد ذلك طلب يوسف الذي من الرام إلى بيلاطس أن يأذن له بأخذ جثمان يسوع وكان يوسف هذا تلميذا ليسوع ولكن في السر لأنه كان خائفا من اليهود فأذن له بيلاطس فجاء يوسف فجاء يوسف وأخذ جثمان يسوع وجاء أيضا نيكوديموس الذي كان قد أتى من قبل إلى يسوع ليلا وأحضر معه حوالي ثلاثين لترا من طيب مر المخلوط بالعود فأخذا جثمان يسوع ولفاه بأكفان مع الطيب كما كانت عادة اليهود في الدفن وكان في المكان الذي صلب يسوع فيه بستان وفي البستان كبر جديد لم يصبك أن دفن فيه أحد فدفنا يسوع في ذلك الكبر لأنه كان قريبا ولأن ذلك اليوم كان يوم الإعداد عند اليهود الأصحاح العشرون وفي اليوم الأول من الأسبوع بكرت مريم المجدلية إلى كبر يسوع وكان الظلام لا يزال مخيما فرأت الحجر قد رفع عن باب الكبر فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطلس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما أخذوا الرب من الكبر ولا ندر أين وضعوه فخرج بطلس والتلميذ الآخر وتوجها إلى الكبر وكانا يركضان معا ولكن التلميذ الآخر سبك بطلس فوصل إلى الكبر قبله وانحنى فرأى الأكفان ملقاتا على الأرض ولكنه لم يدخل ثم وصل سمعان بطلس في إثره إلى الكبر ودخله فرأى أيضا الأكفان ملقاتا على الأرض والمنديل الذي كان على رأس يسوع وجده ملفوفا وحده في مكان منفصل عن الأكفان عند ذلك دخل التلميذ الآخر الذي كان قد وصل إلى الكبر أولا ورأى فآمن فإن التلميذ لم يكون حتى ذلك الوقت قد فهموا أن الكتاب تنبأ بأنه لا بد أن يقوم من بين الأموات ثم رجع التلميذان إلى بيتهما أما مريم فظلت واقفة في الخارج تبكي عند الكبر وفيما هي تبكي إنحنت إلى الكبر فرأت ملاكين بثياب ضيض جالسين حيث كان جثمان يسوع موضوعا واحدا عند الرأس والآخر عند القدمين فسألاها يمرأة لماذا تبكين أجابت أخذوا سيدي ولا أدري أين وضعوه قالت هذا والتفتت إلى الوراء فرأت يسوع واقفا ولكنها لم تعلم أنه يسوع فسألها يمرأة لماذا تبكين عمن تبحثين فظنت أنه البستاني فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد أخذته فقل لي أين وضعته لآخرك أخذه فناداها يسوع يا مريم فالتفتت وهتفت بالعبرية ربوني أي يا معلم فقال لها لا تمسكي بي فإني لم أصعد بعد إلى الآب بل اذهبي إلى إخوتي وقول لهم إني سأصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فرجعت مريم المجدلية وبشرت التلميذ قائلة إني رأيت الرب وأخبرتهم بما قالا لها ولما حل مساء ذلك اليوم وهو اليوم الأول من الإسبوع كان التلميذ مجتمعين في بيت أغلقوا أبوابه خوفا من اليهود وإذا يسوع يحضروا وسطهم قائلا سلام لكم وإذ قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلميذ إذ أبصروا الرب فقال لهم يسوع سلام لكم كما أن الآب أرسلني أرسلكم أنا قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم اكبلوا الروح الكدس من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتم خطاياهم أمسكت ولكن توم أحد التلميذ الاثنين عشر وهو المعروف بالتوأم لم يكن مع التلميذ حين حضر يسوع فقال له التلميذ الآخرون إننا رأينا الرب فأجاب إن كنت لا أرى أثر المسامير في يديه وأضع إصبعي في مكان المسامير وأضع يدي في جنبه فلا أؤمن وبعد ثمانية أيام إذ كان تلميذه مجتمعين ثانية داخل البيت وتوم معهم حضر يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم ثم قال لتومة هات إصبعك إلى هنا وانظر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل كن مؤمنا فهتف تومة ربي وإلهي فقال له يسوع ألأنك رأيتني آمنت توب للذين يؤمنون دون أن يروا وقد أجر يسوع أمام تلميذه آيات أخرى كثيرة لم تدون في الكتاب وأما هذه الآيات فقد دونت لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم حياة باسمه إذ تؤمنون الأصحاح الحادي والعشرون بعد ذلك أظهر يسوع نفسه للتلميذ مرة أخرى عند شاطئ بحيرة طبرية وقد أظهر نفسه هكذا اجتمع سمعان بطرس وتوم المعروف بالتوأم ونثنئيل وهو منكان بمنطقة الجليل وابنى زبد وتلميذان آخران فقال لهم سمعان بطرس أنا ذاهب للصيد فقالوا ونحن أيضا نذهب معك فذهبوا وركبوا القارب ولكنهم لم يصيدوا شيئا في تلك الليلة ولما طلع الفجر وقف يسوع على الشاطئ ولكن التلميذ لم يعرفوا أنه يسوع فسألهم يسوع يا فتيان أما عندكم سمك؟ أجابوه لا فقال لهم ألقوا الشبكة إلى يمين الكارب تجدوا فألقوها ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها لكثرة ما فيها من السمك فقال التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس إنه الرب وكان بطرس عريانا فما إن سمع أن ذلك هو الرب حتى تسطر بردائه وألق نفسه في الماء سابحا وجاء باقي التلميذ بالكارب وهم يجرون شبكة السمك إذ كانوا غير بعيدين عن الشاطئ إلا نحو مئتي دراع فلما نزلوا إلى الشاطئ رأوا هناك جمرا وسمكا موضوعا عليه وخبزا فقال لهم يسوع هاتوا من السمك الذي صدتموه الآن فصعد سمعان بطرس إلى الكارب وجذب الشبكة إلى البر فإذا فيها مئة وثلاث وخمسون سمكة من السمك الكبير ومع هذه الكفرة لم تتمزق الشبكة وقال يسوع للتلميذ تعالوا كلوا ولم يجر أحد من التلميذ أن يسأله من أنت لأنهم عرفوا أنه الرب ثم تقدم يسوع وأخذ الخبز وناولهم وكذلك السمك هذه هي المرة الثالثة التي أظهر فيها يسوع نفسه لتلميذه بعدما قام من الأموات وبعدما أكلوا سأل يسوع سمعان بطرس يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر مما يحبني هؤلاء فأجابه نعم يا رب أنت تعلم أني أعزك فقال له أطعم حملاني ثم سأله ثانية يا سمعان بن يونة أتحبني فأجابه نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له ارعى خرافي فسأله مرة ثالثة يا سمعان بن يونة أتعزني فحزن بطرس لأن يسوع قال له في المرة الثالثة أتعزني وقال له يا رب أنت تعلم كل شيء أنت تعلم أني أحبك فقال له يسوع أطعم خرافي الحق الحق أقول لك إنك لما كنت شابا كنت تربط حزامك على وسطك وتذهب حيث تريد ولكن عندما تصير شيخا فإنك تمد يديك وآخر يربط حزامك ويذهب بك حيث لا تريد وقد قال يسوع هذا إشارة إلى الميتة التي سوف يموتها بطرس فيمجد بها الله ولما قال له ذلك قال له اتبعني ونظر بطرس وراءه فرأى التلميذ الذي كان يسوع يحبه يدبعهما وهو التلميذ الذي مال إلى صدر يسوع في أثناء العشاء وقال له يا سيد من هو الذي سيخونك فلما رآه بطرس سأل يسوع يا رب وهذا ماذا يكون له أجابه يسوع لو شئت أن يبقى حتى أرجع فما شأنك اتبعني أنت فشاع خبر بين الإخوة أن ذلك التلميذ لن يموت ولكن يسوع لم يقل لبطرس أنه لن يموت بل قال لو شئت أن يبقى حتى أرجع فما شأنك هذا التلميذ هو الذي يشهد بهذه الأمور وقد دونها هنا ونحن نعلم أن شهادته حق وهناك أمور أخرى كثيرة عملها يسوع أظن أنها لو دونت واحدة فواحدة لما كان العالم كله يسع ما دون من كتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر